لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد في ظل هذا الوضع أصيب الرئيس بوباء كورونا تم نقل إلى ألمانيا إصابة الرئيس إصابة الرئيس تحدثنا عنها من قبل أنه حسب المعلومات التي توفرت لدينا أنه تم إدخال شخص مريض وكانوا يعلمون مسبقا أنه مريض بكورونا في حين الرئيس لم يكن يعلم والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات ثم التزمت الصمت أعد التقرير هذا التقرير ذهب إلى شنجريحا في قيادة الأركان وبعد ذلك ثربوا عليه النحو ماذا في هذا التقرير؟ الله أعلم هذا التقرير أقرب الأمور تؤكد على أن الموظف الفلاني أصيب بوباء كورونا في مدة حوالي 48 ساعة قبل دخولها على الرئيس وتم استدعاؤه واخبرهم بأنه على لديه أعرض كورونا فقالوا له أسكت وضرب النحو ودخل عند الرئيس من هم الجهاء التي أدخلت الفيروس للرئيس؟ هل أدخلت له بصفة متعمدة؟ أم لا؟ هذا الشيء موجود في التقرير الموجود في درج مكتب شنجريحا وستكشف الأيام القادمة الكثير من المعطيات حول إصابة الرئيس بهذا الوباء الخطيئ عادت المؤسسة العسكرية بالإمساب بالأمور ونحن نلاحظ أن شنجريحا رغم أنه قائد للأركان ومن المفروض لا يجتمع لا مع رؤساء الإدارات ولا شيء هو منصب عملياتي ورغم ذلك يمارس مهامه بصفة وزير الدفاع بل أنه يخرج خلاجات على طريق القايد سالحة رغم أنه الفرق أنه القايد سالحة كانت أولاً ظروف البلاد استثنائية الأمر الثاني أنه لديه قبعة نائب وزير الدفاع شنجريحا ما عندهش قبعة نائب وزير الدفاع منصب سياسي يجمعوا عملياتي ما عنده حتى هو مسؤول عملياتي ورغم ذلك يتصرف كأنه وزير الدفاع وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد وهذا مما يوحي مما يوحي أن البلاد في حالة استثنائية مرة أخرى الآن السلطة رهي في ورطة حقيقية أولاً الشعب لا يعد يصدق بيانات رئاسة الجمهورية على الوضع الصحي لم يصدق الشعب الجزائري ما تقوله رئاسة الجمهورية إلا إذا ظهر الرئيس وصلوا إلى في 30 نوفمبر 2020 قالوا سيعود الأيام القادمة لهذه اللحظة لهذا اليوم 7 نوفمبر ما فيش جديد ولا بيان نترقب ماذا ستقول رئاسة الجمهورية قد تقول أن الرئيس أرجع قد تقول أي شيء آخر وأنا أجزم لو كان حتى إلى غاية 30 أو إلى غاية اليوم أن الرئيس يمكن إظهاره لا أظهره إما أنه كما قلت من قبل أنه الجلد على الله أعظم ولكن هذه المدة أنه يتعافى فأعتقد عشرة أيام أهم ولا 15 يوم ستعود له الملامح نعرفهم ناس خرجوا مرضوا دخلوا لمستشفيات وغرفة الإنعاش بعد رجعوا بدأت ترجع بعد 15 يوم رجعت لهم الملامح نتاحهم عادية وبدأوا يتعافى إما إذا كان هذا شوفي أما إذا كان وضعه غير ذلك هذا شيء آخر إذا كان لا يمكن إظهاره ربما راه مازال بأجهزة التنفس ما يقدروا شيء نحوله حتى يصوره ما يقدرش يهدر أمر آخر ربما أجرب أحد العمليات الجراحية هذا شيء آخر أو بدأ ويطرح تطرح هذه المعلومة وأنا ليست لدي عليها أي معطيات الأمانة هذه مجرد احتمالات إذن على العموم مهما كان وضعه مهما ما حدث للرئيس أنه لا يستطيع الظهور في هذه المحل لو أن رئاسة الجمهورية قادرة تظهر ولو لثواني لا فعل ترى لماذا لم تظهره إلى حد الآن هل تنتظر أن تعيده إلى الجزائر وبعد ذلك تظهره أم أن الرئيس انتهى العوامل التي توحي أنه بغضي النظر عن التطورات التي عرفتها قضية مرض الرئيس أنه هناك هناك تحضير إلى أشياء أخرى غير المعلومة تكرنا من قبل عدة اجتماعات تعقدت في وزارة الدفاع وعقدت في وزارة الدفاع وعقدت في قيادة الأركان وبينها التي تعقد في إقامات تابعة للدولة وهناك من يتحدث أنهم يجتمعون في منزل أحد الجنرالات وهذه الاجتماعات كلها تخطط إلى المرحلة القادمة الاحتمالات الثانية عودة الرئيس أو عودة مع عودته عودة الرئيس يكون مريض أو يكون معافة أنه يكون معافة أنا أستبعدها شخصيا لأنها ضربة تعقوية يجي مريض ترى عودة الرئيس مريض هل تكون لمرحلة انتقالية أو للاستمرارية إذا استمروا في وضع الرئيس الجزائر يحكمها رئيس مريض على طريقة بوتفليقة إذا استمروا في هذا معناها منطق العصابة أو العصابة عادة عادة لا الآن ما يقدرونش ينحوا تبوني يجيبوا بوتفليقة فقط إذن أو قعد انت مريض وتحك إذا كرح يمر المرحلة أخرى هل ترى هل هذه المرحلة إما يعلنها الرئيس بنفسه وهنا تضطر أن نعود إلى ما قاله ماكرو وقالت كلمة الشجاعة ترى هل الشجاعة هذه هناك قرارات سيتخذها الرئيس بنفسه أما عدم العودة الحالية على الأقل فهذه وضعت السلطة فيه لأنه قبل 31 ديسمبر 2020 يجب أن يحدث توقيع لقانون المالي الرئيس إذا ما قدرش ظهروه ولولي ثوانية رح ظهروه ويوقع على قانون المالي إذن ما زالت عندهم الفرصة اليوم سبعة ما زالوا 23 يوم في 23 هاي يوم هذه ستتم الطبخة أما يرجع الرئيس ويكونوا صدقين في كل الرواية التي رووها وأنه فعلا يتعافى فيرجع في وضعه الطبيعي أنا أستبعدها إلى حد ما أو أنهم يتخذون خطة أمامهم شيء أين الشيء الأول أنه الآن المجلس الدستوري خير الأيام القادمة عندما يتأكدوا أنه من الصعب استعادة الرئيس يلجأ إلى المجلس الدستوري المجلس الدستوري يجمع البرلمان بغرفته وبعد ذلك يتقرر أن الرئيس الآن راه مريض بمرض خطير ومزمن أو بمرض خطير ولا يمكن الآن في هذه الفترة ممارسة مهامه في هذه الحالة يستلم من المفروض رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الأمة بالنيابة إذن إشكالية دستورية وهنا إذا كان عينه قوجين المعناها راه مرفس على الدستور هما لا يهمهم ولكن إذا لجأوا إلى الطريقة الدستورية يحاولوا دائما إظهار نوع من النزاة يضطروا يروحوا إلى المجلس الدستوري المجلس الدستوري يمسك خمسة وربعين يوم خمسة وربعين يوم هذه تعطي لهم فرصة للرئيس يتعافى وكذا بهذه الطريقة يضرب عصفرين بحزر واحد أولا يحاولوا يظهروا بأنهم صاروا دولة مؤسسات الرئيس غاب كذا كذا وهاي وصلت المدة إذن راح يتعطل توقيع للقانون المالية كذا أدو المجلس الدستوري يمارس مهام الدستورية واو سيعتباهون ويحجد وسائل الإعلام إلى أن الدولة الجزائرية صارت دولة مؤسسة يمسك رئيس المجلس الدستوري كما الفنيش مدة خمسة وربعين يوم يمرروا قانون المالية يوجدوا الوقت ويعطوا فرصة للرئيس للراحة حتى هنا شفنا محمد شرفي قال أترك رئيس الجمهورية يرتاح وبدأ التمهيد إلى هذا الأمر ببعض الأشياء الخفيفة في هذه الحالة إذا ارتاح في الخمسة وربعين يوم يعود ويمارس مهامه ويحاول يبرز الجزائر أي دولة مؤسساته وكذا وكذا إذا ما ما ظهرش خلاص هاي يروح مباشرة يعقد أيضا مرة أخرى البرلمان ويتخذ قرار بالاستقالة الإجبارية يعني يجبروها على الإجبار خلاص يعنوا استقالة رئيس الجمهورية بسبب ضرور صحي ويديروا تسعين يوم لانتخابات رئاسية انتخابات رئاسية لا يستطعون توجههم هنا مشكلة أولا مشكلة الانتخابات الرئاسية لا يقدرونش يمرونها أول حاجة في ظل العزوف الشعبي في ظل جائحة كورونا كثير من الاعتبارات إذن الأرجح أن هذا المصار قد لا يلجأون إليه لو كانوا أذكياء يرجعوا إلى هذا المصار وبعد ذلك يجدونه حتى تفوت تسعين يوم يزيدوا يجدوا لما أجلوا الانتخابات فيها لما كان رئيس يا عبدالقادر بن صالح هو الرئيس وأجلوها من جويليا إلى ديسمبر يجدوا لها حل وفاتوا دستورية وزيدوا يربحوا الوقت وفي ظل هاو كمال فنيش هنا يوقع لهم ما يريدين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله